موسيقى تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة والترقية الصادرات خلال العشرين يوماً من شهر رمضان من حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بطن وستمائة وتسعين وبقيمة تقدر بتسعة وثمانين فاصل ثلاثة عشر مليون دينار جزائرية وذلك في الفترة الممتدة من الثالث والعشرين مارس إلى غاية الحادي عشر من الشهر الجاري الحصيلة الإجمالية للمحجوزات قدرت بأكثر من مائة مليون دينار جزائري مع اقتراح الغلق الإداري لثمانمائة وسبعة وثمانين محل تجاري فيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساساً في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك وانعدام الرقابة الذاتية سيطرح بنك التنمية المحلية نهاية الجوال القادم منصة رقمية خاصة بدراسة وتسيير ومتابعة القروض بطريقة إلكترونية وفي مدة زمانية قصيرة كما تتيح لصاحب الغرض إمكانية تتبع ملفه عن طريق رقم خاص به يحصل عليه من طرف البنك بالإضافة إلى مزايا أخرى كما تغني عن مشقة التنقل إلى وكالات البنك للاستفسار حسب مدير التحليلات ومتابعة القروض على مستوى بنك التنمية المحلية كما يرتقب إطلاق حوالي عشر وكالات جديدة موزعة عبر التراب الوطني ليبلغ العدد الإجمال لوكالاته مائة وأربع وسبعين وكالة بلغ عدد البطاقة النقطية الذهبية المتداولة حاليا عشرة ملايين فاصل سبعة من بينها أربعة ملايين فاصل أربعة بطاقة جديدة تم إصدارها خلال الثلاث سنوات الماضية مع تشديد ما يفوق ستة ملايين فاصل سبعة بطاقة خلال سنتين 2021 و2022 حسب وزير البريد والمواصلات السلكية واللسلكية الذي دعا إلى تشجيع الدفع الإلكتروني على غرار خدمات الدفع عبر الأنترنت وعبر البطاقة النقدية الذهبية التي تسمح بتسديد العديد من الفوتير إلى جانب الخدمات التي يقدمها التطبيق بريد موب عبر الهواتف الذكية فاد فرع البنك البريطاني HSBC في الجزائر عن استعداده في تمويل مشاريع الاستثمار في ظل تحسن مناخ الاستثمار وقدرة الجزائر على احتلال مكانة مهمة ضمن مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص وجاء ذلك خلال استقبال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفداً عن فرع البنك البريطاني HSBC في الجزائر يقوده الرئيس المدير العام جيمس فيلدر وتم خلال هذا اللقاء عرض مختلف الخدمات وعروض التمويل التي يقدمها البنك وهو أكبر بنك في أوروبا لفائدة المشاريع الاستثمارية وكذا استعداده للترويج الأمثل للفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها الجزائر عبر شبكة البنك الدولية ويعتبر البنك الاستثماري البريطاني البنك الأجنب الثالث عشر الذي حصل على اعتماد في الجزائر كما يعتبر أول بنك في القارة الأوروبية بفضل قيمته في البورصة التي تعادل مئة وستين مليار يورو ويصنف في المرتبة الرابعة عالمياً في البورصة وحاضر في اثنين وثمانين بلداً ويتعامل مع مئة وخمسة وعشرين مليون زبون عبر العالم واقع وآفاق التعاون بين الجزائر ومختلف منظمات الأمم المتحدة هو محور اللقاء الذي جمع وزير المالية العزيز فيد بالمنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر الوزير قدم الخطوط العريضة للإصلاحات المعتمدة على مستوى دائرته الوزارية لا سيما ما يتعلق بالإصلاح الميزانيات المعتمد الذي يندرج في إطار التزامات الجزائر على أساس أجندة 2030 للأمم المتحدة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة كما دعا الوزير ضيفه إلى استفادة قطاع المالية من خبرة الوكالات الأممية للتنمية من خلال الدعم التقني وتعزيز القدرات من جهته أعرب المسؤول الأممي عن جاهزية منظومة الأمم المتحدة في مجملها لتقديم كل الدعم للجزائر لا سيما من خلال إطار التعاون الاستراتيجي الجديد المعتمد مع الجزائر للفترة 2023-2027 أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وفي وقت سابق الجمعة كان المجلس الدستوري قد سادق على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ولا سيما على البند الأهم فيها والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ما أثار السياء المعارضة والنقبات التي تعهدت لاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرون الثانية وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون رافضين في الوقت ذاته عدد من البنود الثانوية من الإصلاح كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار أعلنت الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا الموافقة على تجديد الاتفاق الذي سيسمح رسميا باستمرار صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى الأسواق العالمية وانتهت المدة القديمة من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية يوم الثامن عشر مارس الفارط وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن روسيا وافقت على تمديد صفقة الحبوب لمدة ستين يوما فقط في غضون ذلك أعلن نائب رئيس الوزارة الأوكرانية تمديد اتفاقية الحبوب لمدة مئة وعشرين يوما لافتا إلى أن بلاده سلمت خمسة وعشرين مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية قالت برصة شانجاي للبترول والغاز الطبيعي أن شركة الصين الوطنية للنفط البحري لجأت في أولى تعاملاتها بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المسال من الإمارات تم تسويتها بالعملة الصينية ليوانا بدلا من الدولار الأمريكي وتسعى الصين على تسوية تعاملاتها الطاقوية بليوانا على مدى السنوات الماضية في محاولة لترسيخ مكانة عملتها دوليا والحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية بلغ توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مستوا قياسيا يمثل 12% من إنتاج الكهرباء العالمية في العام الماضي بزيادة 10% في 2021 وقال التقارير الصادر عن مؤسسة الأبحاث المستقلة أمبر المعنية بشؤون المناخ والطاقة أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية شكلت مجتمعة حصة 39% من إنتاج الكهرباء العالمي العام الماضي مع ارتفاع حصة الطاقة الشمسية بنسبة 24% وطاقة الرياح بنسبة 17% مقارنة مع العام السابق أقغت أسعار النفط ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بعد أن اختتمت آخر تدولات الأسبوع أمس باللون الأخضر بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوقيسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين وخلال التدولات ارتفعت العقود الآجلة لخام بيرنت بـ 22 سنة إلى 86.31 دولار للبرميل وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكية 82.52 دولار للبرميل ارتفعت ثروة الملياردير الفرنسي بيرنارد أرنو بمقدار 12 مليار دولار أول أمس لتصل إلى نحو 210 مليار دولار بحسب قائمة بلومبرغ للمليارديرات واستفاد بيرنارد أرنو بنتائج أعمال شركة السلع الفاخرة عن الربع الأول من العام الحالي ما دفع سهم الشركة للصعود لمستوقيسي جديد بمكاسب بلغت 5.7% مما دفع الشركة إلى دخول قائمة أكبر عشر شركات في العالم بقيمة سوقية قدرها 444 مليار يورو وكانت الشركة المكونة من 75 علامة تجارية فخمة حققت إرادات بقيمة 21 مليار يورو في الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي ترجمة نانسي قنقر